تماثل التعاونية الحرفية إفسر للنسيجة الملادة الوحيد للنساء بقرية تنغملت الجبلية بإقليم أزلالة للخروج من حالة التهميش والسعي للاندماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال الاندراج في دورة إنتاجية وتسويقية لزربية المحلية تكفل لهن وضعا ماديا واعتباريا لائقا المشروع الهدف الأساسي هو ديالوغ هو تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء ديال التعاونية وإحنا الحمد لله عندنا 15 نساء ديال التعاونية وفي هذه الدورات تكوينية كانوا تقريبا ثلاثة نساء لراغبات بالتعلم هذا المشروع يشكل لها مصدر الرزق بإضافة إلى المدخول المادي هو أيضا ركن لكي تجمع فيه تبادل بعض المعلومات وركن التجمع صلة وصل بين نساء المنطقة ككل كما أنه أيضا مشروع يساهم في اكتشاف الإبداعات المرأة التناولية بصفة عامة وحرصا من تعاونية إفسر على تجويد تجربتها تعمل بالإضافة إلى توفير المواد الأولية ووسائل العمل بشكل ذاتي ووضعها رهن إشارة منخرطات التعاونية على تطوير هذه الحراف وتلقينها للراغبات في ذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم من قابل دورة المنظمة بدعم من ناد مبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتخليل النظم بالرباط أنا منتزن أخت جاي باش ندير هاد دورة تكوينية المستفيدة للتعاونية إفسر وفي هاد الورشة هدي كانت تجددها حاليا في الورشة ديالصباغة الطبيعية الصباغة الطبيعية اللي كان عرفوه كاملين أنها كان ناخدها من نباتات في الطبيعة تنصبوا الصفة وتنغزلوا وتنسبوا في الصيباغات الطبيعية ديال العشوب ديال البلاد تكشي اللي جاب لنا هاد المرأة اللينا تنعرفوه شوية بعدها وتندخلوه تنجوه نجان لنا عارفين زواقها ديالهم إحنا ما عارفينهاش نديروا غير ديال البلاد ولقد انطلق هذا المشروع من رهان يتمثل في ضرورة استثمار المواد والمنتوجات الطبيعية التي تزغر بها المنطقة كمواد خام في صناعة الزراب المحلية ولكن قبل ذلك تحرير الموارد البشرية بالقرية وضمنهم النساء بهدف خلق فضاء يستثمر الطاقات النسائية بالقرية اشتركوا في القناة